بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى رواه البخاري ولذلك اتفق جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة فيجب على المسلم أن يتأكد من طهارة ثوبه وبدنه من النجاسات قبل شروعه في الصلاة فإذا أحدث حدث أصغر من بول أو قائط لزمه الاستنجاء وهو غسل السبيلين بالماء أو بنسح بمنديل والماء أفضل ولا يلزم الاستنجاء عند خروج الريح وكيفية الوضوء الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نأخذ الآن خطوات الوضوء كما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأولا استحضار النية والنية محلها القلب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قول بسم الله ثم نبدأ غسل اليدين إلى الرزغين ثلاث مرات مع تخليل الأصابع ثم أخذ الماء ثلاث مرات ثم استنشاق الماء ثلاث مرات في الأنف ثم استخراجه أو استنثاره من يد أخرى ثم بعد ذلك غسل الوجه ويبدأ من منبة الشعر إلى الذقن من الأذن إلى الأذن وإن كانت الوجه لحية أو شعر فلا بد من تخليل هذا الشعر ثم بعد ذلك نأخذ الماء من بداية اليد إلى المرفق ثلاث مرات ثم يد اليسرى من بداية الإصبع إلى المرفق ثم بعد ذلك نأخذ الأيدي المبللة ونمسح به الرأس من بداية الرأس إلى القفاء ثم نرجع مرة أخرى هكذا وهكذا ونأخذ الماء مرة أخرى من الأيدي المبلولة ثم نمسح به الأذنين هكذا وندخل السبابة في خرق إذنين ومن الإبهام الأذنين الخارجيين بعد ذلك غسلوا الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات ونبدأ باليمين وتخليل الأصابع عند الغسل ثم بعد ذلك الرجل أو القدم الآخر الآخر أيضا تخليل الأصابع ثم إلى الكعبين وعند فراغي بن الوضوء يسن أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ترجمة نانسي قنقر